مرحبا بكم مشاهدينا في فقرتنا الفنية اليومية اليوم معي ضيف غير عادي وغير تقليدي مطرب لبناني كان له أثر ولمسة في الطرب اللبناني في الداخل على مدار 25 عاما هو المطرب اللبناني الرائع جو أشقر برحب فيك معنا على شاش لغد بنور متقلق اليوم جو شكرا إسلام الله يخليك هذا كله وكله من أصلك هالكلام الحلو المزوئ شكرا وللتك فل وهذه أغنية لسه طرحها من قريب فللتك فل يعني يعمل كل ايه والله أغنية جديدة هايدي ومبسوط فيها ضدني أنا وإن شاء الله تكون عند حس نظن الناس يحبوها أنا متأملي يعني إن شاء الله مثل ما ألا بريد جو الأغنية طرحتها مؤخرا باللهجة المصرية هايدي طبعا مش أول أغنية بتترحب باللهجة المصرية كان في أغنية كده كده كان في أغنية كمان اسمها إيه اللي جابوا يعني لو بتحدثنا عن آخر أغنية اللي هي ليلتك فل شو قصتها وكواليس تصويرها وشو أخبارها حاليا مع الجمهور لك هي شاءت الصدفة والظروف إنه غني هالأغنية لما بيجيني رسالة على الواتساب من الملحن محمد يحية بيقلي جو أنا عامل انتبهوا أنا ما بعرفوا لمحمد يعني من ورا هالأغنية تعرفت عليه بيقلي جو عامل فكرة أغنية حلوة أنا وحبك تسمع أنا شايفها ممكن تليق عليك ممكن تلبق لك سمعها إذا لقيت حالك فيها رجع كلمني وقلي بنشتغل على الموضوع وهيك بكل بساطة يعني صارت الأمور إيه سمعت الأغنية أنا كلمته تاني نهار قالت له أبشر يا محمد شكلها ركبت الفكرة وشكلها اقتنعت فيها فخلينا نشتغل على الموضوع وفعلا هيك صار سألت له من كلمات مين الأغنية قال لي أيمن بهجة أمر قلت له عال 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 اسم كبير كمان شو حبك في الهجة المصرية وهل ناوي كمان تغني أو نشوفك في لهجات أخرى غير المصرية قريبا لما بتشوف أنه كم كبير من المصريين اللي بيزوروا بلدك لبنان بيجوا بيسهروا بيحضروا لك دايما حفلاتك معظم المصريين اللي بينزلوا على لبنان بيجوا بيسهروا بيحضروا لي حفلاتي بتحس أنه أنت قريب منهم قريب منهم وهني قراب منك فبتحس أنه خلص صرت وحدة حال أنت ويهن كأنهم أهل لك كأنهم أخوي وأصدقاء علما أنه أول فترة كنت خيفين ما حأنكر خفت فكرة الإزدحام على الصحة الفنية سواء في لبنان أو في الوطن العربي هل جوا من النوع اللي بيحب المنافسة الشرسة مع هذا الإزدحام وخاصة في الداخل الليبنان من ظهور يوميا مطربين مطربين ومطربات لكن المنافسة شوي بعيدة عنها مش ثقة عالية بنفسي بس لأنه السكة اللي أنا ماشي فيها شوي بتختلف عن سكك معظم الفنانين عرفت؟ فمن هالمنطلق بلاقي أنه عندي جوي الخاص عندي لوني الخاص عندي مسيرتي الخاصة عندي طريقتي بالغنى الخاصة عندي تركيبة المكونات اللي عندي إياهن أنا ما كتير بيشبهوا غير فنانين مين قدوتك في الكلاسيكي والجبلي ليك مشل ح cobra مين قدوتي بقلك أنا مين بحب أوكي أنا باتكلم من القدامى عم نحكي من قدامى المدرسة الأديمة المدرسة الأديمة باتكلم أنا عم بتحكي وديع الصافي بتحكي فيروز لا انتبه فيروز عم بتحكي الكلاسيك طيما أوكي مع أنه غنت الاشيّة الشعبية بس مش كتير الاشيّة البلدية فيروز المدرسة الرحمنية الكلاسيكية بكتبقى خليني بس اقول اشي مهم انه جو اعتقد على حسب علمي يعني انك انت بتعرف تعزف على الأورج هادي كانت بداياتك ثم الان اصبحت مطرب كيف تم اكتشاف موهبتك كمطرب لما اني كبرت واتطورت وصرت بعمر 16 سنة كان عندي فرقة موسيقية وكنت خلال هالفترة كلها عم بدرس موسيقى يعني صار في عندي الى جانب الخبرة بالموسيقى عندي دراسة كمان عالية بالموسيقى صار عندي فرقة موسيقية لان شاءت الظروف كنا بحفلة المطرب مرد ما قدر يجي مين بدو يغني مين بدو يغني فوقعت القرعة على الجو احكينا عن علاقتك ببيتك وبنتك وكيف انت معطيم حقهم اذا كنت بتأثر اوقات او لا علاقتي جيدة ممتازة بالاحرة مع ولادي انا عندي ضعف عليهم انا بحب العائلة انا انسان عاطفي جدا من ناحية العائلة ولقي كتير كبير وكتير عالي للعائلة علما انه شغلي كتير بياخد من وقت وكتير بيخلق لنوع من الارهاق والتعب والسترس بس اكيد ما بأثر بناحية العائلة ابدا يعني انا حاب اعرف شو الاغنية المقبلة اللي اجعوه في غنية اعملناها مع خينا الملحن محمود خيامي مهرجانات مهرجانات مصرية جو دخل المهرجانات المصرية مهرجان مصري على لبناني على يعني لقطة من كل شي من هون ومن كل وادي عصا يعني فراح تكون خلطة حلوة إن شاء الله يعني إذا ما كانت هي دغري بعد رمضان أكيد بتكون بالصيفية مصورة؟ طبعاً أكيد جوب أشكرك شكراً جزيلاً منورنا دايماً ومتقلق متواجد على الساحة وأنا سعيد بهذا اللقاء كتير 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 أنا اللي بشكرك على حضورك وإن شاء الله ما تكون تقلنا دم عليكم وإن شاء الله منظلنا نحن دايماً متواصلين نحن وياكم نحن وجمهوركم نحن ومشاهدينكم منقدم الأشياء الأحلى والأحلى والأحلى تكوارد يا أجمل حدي معدي معدي على وش الأرض للتكفل للفل للفل اعم الكل ما تبطل تتعب فينا بتقولك بطل زل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر